دعا الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الأهالي إلى المبادرة في تسجيل أبنائهم ضمن الفئة العمرية من 12 عاما إلى 17 عاما للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم لما يوفره من حماية للأطفال ضد تداعية الفيروس هل احنا فعلا استعجلنا في تقديم التطعيم للأطفال هل عندنا الدراسات اللي تكفي تقولنا التطعيم آمن وهل الأطفال أساسا يحتاجون هذه التطعيمات الكل لاحظ في هالفترة الأخيرة وقلناها أكثر من مرة الأطفال يعني أمانة عندنا ونسبة الإصابة ما بين الأطفال بلقت نسبة كبيرة مو بس في البحرين حتى خارج البحرين والأطفال يكونون ناقل الرئيسي لهذا الفيروس اللي بيسبب فيه زيادة الانتشارة لأن معظم الأطفال كذلك يكون بدون عراض ولكن في نفس الوقت لاحظنا أن هناك نسبة من الأطفال خصوصا في دراسات المنشورة في أمريكيا أن هؤلاء الأطفال يصابون حتى بمشاكل صحية من تأثير فيروس الكورونا هل إحنا معناته ننطر لحدوث مضاعفات لأطفالنا إذا أوضحت الدراسات بمدى فعالية هذه اللقاحات وأنه آمن لحماية أطفالنا؟ طبعا العقل يقول لا وبذلك عندما أصدرت منظمة القذاء الأمريكية الصحة والقذاء الأمريكية بفعالية وأن اللقاح آمن للأطفال كذلك بادرت مملكة البحرين بدراسة هذه الدراسات التي نشرت وتم تطبيقها واعتمادها في مملكة البحرين من لجنة مختصة في مملكة البحرين تسمى بلجنة التطعيمات بعد طبعا الدراسات التي أثبتت فعالية ومؤمونية لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 17 سنة واعتمدتها مملكة البحرين لهذا السن فندعو أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم التي تتراوح أعمارهم من سن 12 إلى 17 عاما للمبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس حفاظا على صحتهم وسلامتهم وإحنا ذكرنا سابقا أهمية هذه السن لأنه جدا جدا مهم يمثلون شريحة من المجتمع يمثلون نسبة من اللي لازم يكونوا ماخذين التطعيم لرفع المناعة المجتمعية ولو دورهم في نقل الفيروس أكثر من غيرهم بسبب حركتهم مع التعامل سواء كان في داخل الأسرة أو حتى في داخل المدرسة أو تعاملهم مع أصدقائهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر